المصدر يقال له مصحول مطلق في الإعراض لك اسمات أقوى يقع المصدر المصدر اسم جاء ثالثا لدى التصريف المصدر اسم ولد جاء أكنا ثالثا سبن جمعات لدى التصريف نهاية لمندي لمندي نهاية اسمات نهاية داخل إذن مضار يقال له يدخول في مصدر او كان يداخل أخرج أخرج المصدر أسباب أن هذا يدخل خروج على الأخيرة المصدر أو القتل في الإبر websites يجب أن يخ بالمصدر السبكون Bread لا سأخبر إذا أخبر سبب إذن خروج إن نهائ جمع عدد السباب سأخبر الجامر يجب على الأورا hug تصريف فعل وانتصابه بدأ لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ الحكمه حكم العرابي ونصبه ولمات وعقابة منصوب بدأ بان الظهر وهو لدى كل فتى نحوه ما بين الأفريق ومعنوي نعم أخيكو مصدر ني أعجب وهو مصدر لدى كل فتى نحوه نهو كرناه وكرناه وفندنك وفندنك ني تاتا يبعا ترلقى مصدر بتالعراب التالع دافل ايش لفظي المصدر لفظي عن المصدر معنوي المصدر اللفظي يكافل مفعول مطلق والمعنوي كافوله ما نابعن المطلقي نعم فذاك ما وافق لفظي فذاك ولو اللفظي نعم كزرته زيادة لفضله نعم زرته 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 ولن فعله ها مفعول به زيارة ولن مصدره مفعول مطلق نبائي رابط كلم الله موسى تكليما دخلت الدارة دخولا وكلما فعله مطلق نعم يرابوه نعم وذا موافق لمعنوي وذا ولم القريب ولم المعنوي المصدر المعنوي ولم يعلم يرافق يعفل يوافق مع ذا المعنى دون لفظ دون لفظ مفعول تكليما ثم ، يقول الله موسى ويدين ، يقول الله في حالك كم وكما تقول عن المطلقي يقولون على المطلق سوف يقولون نحن من درخبت كما يصبحélé نحن فائعة ثم قرأت تلاوة عندما يقرأ أعرب لي قرأت تلاوة تلاوة إروافها تلاوة ما ناب عن المطلق ليس مفهولا مطلق بل هو ما ناب عن المطلق لأن تلاوة تلاوة إن قرأتني بيكت الكلمة بليل الأفضل منك الكلمة لا موافق لمعنىه بلا رفاق لفظ كفرحة جزلا فرحة في الوفاية جزلا ما ناب عن المطلق نعم بلي فرحة جزل بيكت الكلمة الله تعالى